اليوم معاك اول شي بيضا انا عارف والاشنو كان عنيو بالقناع دي الحمل او لا الكلف او القناع دي الحمل في حالة انجلو واحد اسميلي هي خاطئة مهم اتوا واحد القناع او واحد ليتاش اللي ما عندهم مش علاقة غير بالحمل ايه تقدر يجو عند اي واحد وعند واحد المجموعة عندي الاسباب غير هو اللي معروف انه المرأة اللي حاملة هي اللي تيجيها بساف دونك واحد المجموعة عندي اللي تاش ولا تيتمو تسبغات تيكون في بعض المناطق دي الجسم اللي تيولي مغلوق دونك تيكون قوي تيقدر بخفو تيولي في حال زرق ميل بخفو قاع الكحولية صح كاريما ويقدر يجي في اي منطقة ديال الجسم نعم انا جي نتكلموا على المناطق اللي كي يجي فيها لبينا قلتي انه كي يجي لك اي منطقة من الدد الانسان ولكن كنين احنا مناطق اللي كنشوفوها عند النسا احنا حد بما انه ربما النسبة العالية اللي كتصاب الكلف او لكتصاب قناع الحمل لانك تجي في القيسة ديال الحمل وكدلك النسا اه فين بالضبط اه اكتري هو في الوجه في الوجه كما تنشوفو دائما في الوجه وفي البطن واش نفس المقياس قريبا او لا؟ في الوجه اكتر علاج حد ديجا بقينا بقينا في الفترة ديال الحمل عند النسا حد كين هنا وحد العامل هرموني غادي نتروي لها من بعد سبب هو السبب دياله وعلى الشي يكون في الوجه كتر حد الوجه معرض الاشياء ديال الشمس ممتاز وحتى الشمس هي واحد السبب اساسي اللي تيخلي ان هاد البقاع يبانه نعم في حالة غادي نقوله العامل ديال الهرمونات مع تعرض الاشياء ديال الشمس هو اللي تيخلي ان هاد البقاع تبان في الوجه كتر من مضاطق الخرى ديال الدات ممتاز انا كون الناس غي بغوا يعرفو كذلك الاسباب دياله بما ان في البداية ديال كون دكتر قلتي انه ماشي ربما تسميه خاطئة انه قناع ديال الحمل فانا غن بغوا نعرفو الاسباب وهكذا نشيرو واش كي يصيب فئات عمري اخرى او لا فئات اخرى يعني ماشي سيدات حوامل هوا يقدر يجي في اي سين في غالبية الاحيان ابتداء انا من عشرين عام فى مفوق ايى فقل من عشرين عام ولو عند اطفال هدرو بلوتو على النمش مشيه الى هذا مشيه الى القناع الحمل نمشيه الى الكلف الاسباب جال المتعددة ان العامل الويراتي هذا تقريبا حاضر فى جميع الحالات تتكون عند الانسان واحد القابلية انه غادي يجي هاد المشكل ديال الكلف في حال غادي نقولو ديك الخلايا اللي هما الخلايا السبغية تتكون في حال غا نقولو خدام أكثر من القياس أكتيف، نشيطة، نشيطة، ودونك تتفرزنا ديك الميلانين بزاف، دونك هذا العامل الوراثي كاين دونك إلى جانب هذا العامل الوراثي تلقى واحدة مجموعة دي العواني ما بينها الفترة دي الحمل تكونو الهرمونات وقتوليزو سخوجين هما اللي تكونو طالعين بزاف هاد الهرمونات شنو تديرو؟ تيخليوا أن ديك الخلايا السبغية بحلها نقولو تيكتر تفاعل دينام على الأشعات دي الشمس تنفو تيكتر تفاعل ديك لاميرانين تتفرز بزاف وهي اللي تتعطي ليتاش ديك شيلاش رلقوا هاد الكلف عند النساء اللي تياخدوا موانع الحمل هاد سؤال تيتطرح بزاف، بالعيالات اللي تياخدوا لابيرول تيجوهم ليتاش دونك حيط ليزوست خوجين تيحفزوا كيما قلنا الخلايا عنا هذا من جهة بالنسبة للعوامين الأخرى عنا تعرض الأشعات الشمس هاد لي واحد العامل اللي هو كتير بزاف سوقته في البلاد دينا الشمس تقريبا على طول العام عندنا واحد العامل ميكانيكي الناس اللي تيدروا لي قومش بزاف اللي تيحكو جهوم بالكيس داك التقشير ميشي التقشير محكان زيال الحمام الحتيكا حين بقنا خشوف الحمام ده ما فين؟ فين هو الحمام حدي ما كتنسحون تمو كم مختصين كو أعطيب بأننا ما نقصوش لو جهة دينا بالكيس حسلاش حت مليسة تبقى تحكو جهك بالكيس حالات بول ديك بليسة لي تتحك فيها ديجة تتنشطها دوك الخاليات تيبغية وديك التهاب ولا الحمورية لي تتكون كلها تترجعك حليا بالسويد داك فينان من ديك شيلي تيبغي الواحد يحيدو تيبغي حيد ليتاش تيصدق زيدهو من بي داك هذا من جهة قلنا عندنا الحكان عندنا واحد المجموع دي الأمراض حال مثلا الأمراض دي الغودة الدرقية اللي برتيغوي دي حتى هي تتعاون هاد الخلايا استيبغية أنها تخدم بزاف وستعتنا ليتاش عندنا واحد المجموع دي الأدوية هاد الأدوية قدر سواء ديكون عندهم واحد السبب مباشر على الخلايا ولأنهم تيطلعوا ديك لغيك تيبيته والرد الفعل ديال الجذل بتعرض لأشيعة الشمس تتلقى الواحد تياخد مثلا أنوتي بيوتيك والموداد حيوي ولكن إذا أخذه وتعرض بالشمش بلا ما يدير الوقاية غادي بنوفيه ديتاش بينسوق في البلييسات اللي همم تعرضي للشمس تتكلمين دوك السيدات أو دوك البنات اللي كي يجيهم الكلف وخأنها محملاش أو لممزوجاش واش هنا هادوال في الكتبان تقريبا تتكون عندهم قابلية تتكون عندهم قابلية حيز مش أي واحد تعرض الأشيعة للشمس غادي بنوفيه لك صح صح دونك تتكون قابلية عند واحد الشخص كتر من الاخر هي ليس تخلي أن مثلا واحد السيدة غادي بنوفيه واحد السين مبكرة ممزوجاش محملة متحج واحد السيدة أخرى ما غاديش يبنوفيه نعم أنا تتكلمتي كذلك على المسألة دي اللي حبوب منع الحبل هنا بزاف الناس ربما كيكسر القيل والقال على حبوب منع الحملة يعني شفنا أنا بزاف مع مختصين أيضا أنا كيم بزاف الناس اللي كتقول بكي لاخداتها المدة طويلة ربما كتقدر تصب أنها كتكون عندها صعوبة في الإنجاب أو غير شي حويش بحال هكا هنا مني كتعمل على أنها كتديلك هاد البقعة اللي كيتحولوا الكلف فيما بعد واش المدة؟ أولا فقط النوعية دي الحبوب من منع الحبل اللي اخدت السيدة لا النوعية مش المدة على حسب النوعية حيث إذا كانت مثلا عندك قابلية أنهم ديجا يكون عندك الكلف واخديتي واحد النوعية دي الحبوب من منع الحلم خاتيك من كلهم فهم الأستروجين صح دون تقدر تاخدها مدة عشرين يوم ولا شهر يبنوا فيك ليتار ولكن تكونت يا ديجا عندك قابلية أنهم يجوك كي موكتلك هاد الاختلافات بين الأشخاص وما اللي تيخلوا أنه واحد غاديبا وفيه بواحد السرعة وما اللي تيخلوا ياخد ديك تختم واحد مدة طويلة وما غايبا فيه ممتاز واش كيني شي أسباب أخرى اللي كندلو احنا بيدينا فعلا كتقدر تعطينا الكلف حالي تندلو بيدينا هاد الاسمير وصفة التابعية الوصفة التابعية دي واحد المشكلة اللي هو كبير بزاف شا نقولك تقريبا واحد اربعين في المية ديال سوقتو النساء اللي تيجيوا على هاد المشكلة ديالكلف دبرة الرجال سيدك تدل ماسك لها ورجلها مالي تيجيوا دائما مجربين واحد الوصفات التابعية قبل هاد الوصفات فلا بيبار ديك تكوين ديالهم تيكوني اما وصفات تابعية 100% ستاديا خضراء فواكيه واحد المواد اللي كان في الدار ولكن اللي خاتير خاتر جدا هو أن هاد الوصفات تتكون بزوجة بدي بخودوية ولا واحد مواد ديال السيدالية صح الاكترية ديك المراهيم اللي مكونة من الكورتيزون هادك هي خطيرة